ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر الألغام حقول الإجرام جريمة فرنسا التي لا تسقط بالتقادم من هنا من المتحف المركزي للجيش نقف للتاريخ ومع التاريخ للحديث عن النار والدمار عن الألغام التي خلفتها فرنسا وما زالت آثارها حتى الآن ولأن الجزائر بلد السلم والسلام فقد كانت الجزائر السباقة إلى الانضمام لاتفاقية أطاوى لحضر ونزع الألغام تتبعون مشاهدين في السياق وفي الإطار روبرتاجا من إنتاج المؤسسة العسكرية المركزية للسمع البصري وفي الواجهة نزع الألغام مهمة إنسانية والتزامات دولية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونجد أن قنقر ترجمة نانسي قنقر ونجد أنت تتخلق قبل أن نجد فلحنا وكنا نشاء من البنبات قتلت على ربي وقتلت بقر والحمد لله رأيض جعلنا الجيش ونجد أن ربي تقتعنا ببنبات ومازلوا في عقابها بفضل الجيش وفضل ربي العالمي أنا متعني للساعة هذه هذه المنطقة الموجودة فيها كانت محرمة بالسلف والاستعمار وكانت معزولة زمان كانت هنا ما تقدرش جيدة تأسف هنا ياقا كانت المينة بزاك كانت محرمة علينا ما تخرج مع زيق الطعرق ما يأخذ شيء بنادم نبقى نجد الحغير بلنا رصفو الصفاء والأحمر بلنا منطقة ما تخرج لزيلة منذ أن وطأت أقدامه الدنسة أرض الجزائر الطاهرة شن المستعمر الفرنسي حملة شرسة وإبادة شاملة وممنهجة ضد الشعب الجزائري متجاهلاً بذلك كل القيم الإنسانية وحتى قوانين الحرب المتعارف عليها أساليب مروعة اعتمدها المستدمر الغاشم لم يذكر لها التاريخ مثيلاً ففي عام سبع وخمسين تسعمائة وألف شرع الجيش الاستعماري في إنجاز حاجز هندسي مكهرب وملغم على امتداد حدودنا الغربية والشرقية وزوده بكل وسائل الفتكي والإبادة هذا المشروع الجهنمي الذي عرف بخطي شال وموريس مهمته خنق الثورة التحريرية المجيدة وعزلها لكن ذلك لم يطفئ اللهيب ولم يزد الثوار الأحرار إلا عزماً وإسراراً على لفظ فرنسا الاستعمارية فإما النصر وإما الشاهدة موسيقى لتواصل الثورة التحريرية نهجها الذي وجدت من أجله مقدمةً أسمى معاني البذل والتضحية إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية كسرت شوكة المستعمر الفرنسي وأخرج مكرهاً من أرض اغتصابها أرض استردت بالأرواح وسواعد الأحراري من أبنائها غادر المستدمر لكن حقده ظل قابعاً في أرض الجزائر الطاهرة حقد ظل يتربس بالجزائريين ويتخطف أرواحه ألغام الحقد والموت المزروعة على حدودنا الشرقية والغربية ظلت وإلى وقت قريب تحصد أرواح الأبرياء من المواطنين غداة الاستقلال تم تكليف الجيش الوطني الشعبي بمهمة تطهير المناطق الحدودية من الألغام والأسلاك الشائكة والتي خلفت أكثر من 7300 ضحية ومئات المعطوبيين الذين بوترت أطرافهم أو إعاقات لا تقل عن نسبة 20% موسيقى أنا كنت جاي من هنا ماشي يدير على أبني والنيف ماشي نجيب نوصله في الأولادي نين جيت هنا خطرة من الخطرات ما أبيت بروحي كنت ماشي هاك أبيت بروحي واللي تنشوفه قبله الرعي الرجلي نلقاها مشارمطة هذه مشات وحدها وهذا مشة وحدها نلعب هكا السيلان داير بينه داير بين السيلان داير سير وقربه في الوسط وسيلان داير بينه داير سير سما روح نلعب هكا نلعب ما نشيش حتى تتطرق عليه السيلان كان كما هكذا والواد جا شاكوا من هنا الكعب تاع المينا دا كدها في الحملة جات في واحدة السبخة هكذا في جنب الواد واحنا نقيله ثم احنا سارحين بالبقر ما كي جا خارج هي كونتر جروب مكبار مش من الصغيرة كي ما جا خرج من الواد خلط لي نام زيت على البوكي مالبوتو هكذا وهي مظنى طنبط المصمار في حجر تبوت مهمة إنسانية نبيلة إنبار لها أفراد الجيش الوطني الشعبي بكل عزم واقتدار إلى غاية إزالة الخطر نهائيا من خلال تطهير كل الأراضي على حدود الشرقية والأغربية من الألغام والمساهمة في النهوض بالتنمية فيها مناطق عرفت نشاطا معتبرا خصوصا عندما انتعاشت آلاف المساحات الشاسعة من خلال عمليات نزع وتدمير الألغام والتي ظلت أولوية للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وساهرت على تنفيذها أفواج الهندسة التابعة للجيش الوطني الشعبي مكن استرجاع مساحات شاسعة من الأراضي المطهرة المنزعات من الألغام والمسلمة للسلطات المحلية من إعطاء دفع للتنمية في هذه المناطق التي استفادت من مشاريع حيوية في مساحات كانت بالأمس القريب محرمة على الجزائريين هذه المساحات وفي غالبيتها أصبحت موردا انتاجيا قدرت بأكثر من خمسين ألف هكتار نزع منها سبع ملايين وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وعشرين لغماً بين السنتين تلات وستين تسعمائة وألف وتمان وتمانين تسعمائة وألف كمرحلات أولى موسيقى على مستوى خطي شال وموريس ليتم نزع أكثر من مليوم لغم واسترجاع أكثر من اثني عشر ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وذلك إلى غاية تاريخ في الحالي والثلاثين من ديسمبر من عامي الفين وستة عشر القفزة النوعية في حجم المساحات المطهرة من الألغام والتي بلغت أكثر من اثنين وستين ألفا هكتار كانت بفضل عزم الجيش الوطني الشعبي على تطهير أرضنا من هذا المورث الاستعماري الخبيث حيث تمكن ومن العام ثلاث وستين تسعمائة وألف وإلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر الفين وستة عشر تاريخ انتهاء عملية نزع الألغام من الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي من نزع ثمانية ملايين وتمانمائة وأربع وخمسين ألفاً وتمانمائة وتسع وأربعين لغماً موسيقى الجزائر دهبت بعيداً في هذا الميذان في الوفاء بالتزاماتها الدولية فكانت من بين الدول السبقة للتوقيع على اتفاقية أوتاوة المتعلقة بحضر استعمال وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها بتاريخ الثالث ديسمبر الف وتسعمائة وسبعة وتسعين وصدقت على الاتفاقية بتاريخ السبعة عشر سبتمبر عام الفين انطلاقاً من قناعتها الراسخة بالنتائج الوخمة والمؤلمة التي تخلفها الألغام المضادة للأفراد على البشرية فكما أكدت عزمها على استكمال عمليات تطهير الطراب الوطني من الألغام أكدت أيضاً على تجسيد ما جاء في اتفاقية أوتاوة من خلال تسطير برنامج يرمي إلى التدمير الكلي من مخزونها لهذه الألغام حيث قامت الجزائر بتهيئة جميع الشروط اللازمة التي تتطلبها متو هذه الأعمال من تجهزات هندسية واحتياطات أمن كمرحلة أولى لتكون بعد ذلك البداية الرسمية لتنفيذ برنامج التدمير العلاني لمخزونها من الألغام المضادة للأفراد بتاريخ 24 نوفمبر 2004 بحضور ملاحظين دوليين وبتغطية إعلامية لتواصل بعد ذلك تنفيذ التزاماتها الدولية المرضابطة باتفاقية أوتاوة حيث عرفت العملية منحاً تصعودياً من شهر مارس 2005 وإلى غاية استكمال العملية شهر سبتمبر 2017 تاريخ آخر عملية تدمير علاني للمخزون الكلي للجزائر من الألغام المضادة للأفراد لتكون بذلك الجزائر قد وطنت نفسها على استئصال هذه الآفة الموروثة عن العهد الاستعماري وجسدت ميدانياً تشبعها والتزامها بالقيم الإنسانية السامية كل ما ننزع لهم نحس بالإفتخار وبالاعتزاز لأن كل ما ننزع لهم نحس أني أنقذ الطروح من أروح المواطنين الجزائر بفضل الجيش الوطني طهر الأرض على منطقة طهرها وصمرنا في فلاحها وركنوا تشوفوا الحمد لله فلات منطقة والذين نرعى بدون خوف والذين نتفلحوا بدون خوف بفضل الجيش وفضل رب العالمين أنا متهنين لساعة هذه الفرد الجيش الوطني الشعبي طهروا البلاد واليمراء الفلاح يفلح واليبني يبني الرأس المنطقة التي ضربتني فيها في منطقة فيها مئتين دار أو فيها مئتين ساكل منطقة هذه كانت مزرعة بالأرقام وكتلت تقريب عشرة وكتلت تقريب عشرة وكتلت تقريب عشرة ومنطقة الجيش طهر واليومنا نذهرون نشكر شعب الوطني الذي نقلناها الحمد لله ومنطقة المشمال نشكرهم بكثير مع حدود قدرون كانت فيه تريسينتي وفيه المينان تعظو وفيه المينان تعظو برسونال كان منا فيت منا فوقنا كان فيت على ثلاث سراء ومنا فيت على ثلاث سراء واليوم الحمد لله ما جعد لا ميناء لا والي الحمد لله كل شيء الطهر هذه هيرانة فيها الحمد لله كانت نعم وفيه ندنا ربي وشكرا استكملت الجزائر عملية التطهير النهائي لأراضيها من ألغام الحقد والموت التي تركها الاستعمار بإرادة قوية كانت دوماً دافعاً لوحدات الجيش الوطني الشعبي في آداء هذه المهمة النبيلة كما استكملت أيضاً برنامج التدمير العلاني لمخزونها من الألغام المضادة للأفراد لتجسد بذلك برهاناً قوياً وصادقاً على جدية الجزائر واحترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية وتشبعها بالقيم الإنسانية السامية نجدد ترحب بكم مشاهدينا أهلاً بكم إلى هذه الحصة الخاصة حول جريمة أخرى من جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم سنتحدث اليوم عن الألغام وكما تبعتم في الروبرتاج الألغام شهادات حية عن ضحايا هذه الجريمة جريمة فرنسا الاستدمارية سيكون لنا حديث عن اتفاقية أطاوى عن التزامات الجزائر بتعهداتها عن جهودها في إطار إزالة الألغام شرقاً وغرباً في كامل التراب الوطني مجهودات كبيرة بوذلت وتبذل في سبيل هذا بيد أن الجريمة باقية ولا تسقط للحديث والنقاش مشاهدين أسعد جداً باستقبال واستضافة من هنا من المتحف المركزي للجيش باستقبال ضيوف الأكارم اليوم أسعد باستضافة واستقبال ممثل وزارة الدفاع العقيد مسعودي رشيد الأمين التنفيذي للجنة الوزرية المشتركة لتنفيذ اتفاقية أطاوى مرحباً أهلاً وسهلاً شكراً على الحضور مرحباً شكراً 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 جزيلاً أسعد أيضاً باستضافة واستقبال المجاهد ومعطوب الحرب السيد محمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الضحايا الألغام مرحباً أهلاً وسهلاً شكراً سيدتي المحترمة شكراً على الحضور كما أسعد وأتشرف باستضافة واستقبال السيد مدير المساعد المكلف بالبحث العلمي في مركز الدراسات والبحث في مجال التاريخ والحركة الوطنية أيضاً ممثلاً عن وزارة المجاهدين مرحباً أهلاً وسهلاً أستاذ عبدالستار حسين أهلاً وسهلاً أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وهذه المؤنسة في هذه الحصة المباركة إن شاء الله شكراً جزيلاً كما أسعد باستضافة العقيد وهاب بن عثمان العقيد وهاب بن عثمان ممثل قسم هندسة القتال لقيادة القوات البرية هكذا سيدتي مرحباً أهلاً وسهلاً شكراً على قبول الدعوة والحضور اليوم حقيقةً مشاهدين الموضوع له من الأهمية بمكان نتحدث أو نبدأ معك عقيد مسعودي حضرة العقيد نتحدث عن اتفاقية أطاوة هذه الاتفاقية التي لها من الأهمية بمكان والجزائر كانت سباقة للانضمام إليها الأكيد عبر مراحل لو تحدثنا حتى يفهم المشاهد الكريم ونستفيد من أهمية هذه الاتفاقية لماذا كانت الجزائر السباقة للانضمام الانضمام إليها والمراحل التي جاءت حتى تصادق الجزائر على هذه الاتفاقية اتفاقية أطاوة تفضل حضرة العقيد بسم الله الرحمن الرحيم شكراً سيدتي نشكر التلفزيون الجزائري على تنظيم هذه الحصة التي تسمح لنا بتناول هذا الموضوع المهم من جميع جوانبه من الجانب زراعة الموت التي تركتها فرنسا ومخلفات الاستدمار نعم ومن جانب التزامات الجزائر بعد مصادقتها على اتفاقية أطاوة ومراحل تنفيذها ومن الجانب الثالث الذي يسمح لنا بتسليط الزو على أحد الصفحات المنيرة لمهام التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي ومفاتئة يقوم بها في هذا الوطن الحبيب اتفاقية حظر الألغام هي اختصار لاتفاقية لاتفاقية منع استعمال تخزين ونقل الألغام وتدميرها وتسمى أيضا باتفاقية أطاوة هذه الاتفاقية جاءت استجابة لمجتمع الدولي لمطلب إنساني وتجنبا للخسائر الكبيرة التي كانت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث خلفت هذه الحرب عدد كبير من الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء العالم وفي الميادين التي خوضت فيها هذه الحرب هذه تركت الكثير من المجتمع الدولي يبحثون في كيفية إيجاد حل لهذا الجانب نعم رغم أن اتفاقية جونيف سنة 1949 لم تتناول هذا المجال من مجال الألغام المضادة للأفراد وكان يؤمل في بروتوكولين الملحقين باتفاقية جونيف سنة 1977 أن يتم حسم هذا الموضوع لكن حسمه من جانب واحد من جانب نزع الألغام إجبارية نزع هذه الألغام ومنع استعمال سجناء الحرب في هذه المهمة وظلت الأمر هكذا وظلت بعض الهيئات الناشطة على هذا الموضوع إلى غاية اجتماع ثلاثة خمسة أكتوبر 1996 حيث طرح وزير الخارجية الكندي آنذاك السيد لوريد أوكسوردي الختمية للمشروع الاتفاقية التي هي الآن سارية المفعول نعم مما أدى إلى فتح هذه الاتفاقية للإمضاء ابتداء من ثلاثة وأربعة ديسمبر سنة 1790 حيث وقعت آنذاك سبعة وتسعين دولة من بين 156 دولة التي كانت حاضرة في هذا الاجتماع وكانت الجزائر السباقة كما سبق وأنا ذكرت من أوائل الدول التي أمضت اليوم الأول يوم ثلاثة ديسمبر 1997 هذه الاتفاقية التي تلزم هذه الدول بالتعاهد على القيام على بالتعاهد على عدم القيام باستعمال الألغام المضادة للأفراد بالتعاهد على عدم إنتاج وصناعة هذه الألغام بالتعاهد على عدم اكتساب الحصول على الألغام بأي طريقة أخرى القيام بتدمير مخزوناتها من الألغام المتواجدة لدى هذه الدول والقيام بتطهير أراضيها من الألغام أما عن مسادقة الجزائر على هذه الاتفاقية ونظراً للظروف التي كانت تمر بها الجزائر أنذاك وخروجنا بعد الاستقلال وخروجنا من مرحلة صعبة من جرائم صادفت الجزائر ألغام في خطي شال وموريس خطي الموت وقلنا خصوصاً لأن الألغام ليست في خطي شال وموريس فقط فقط ودليل بيد أن الزحايا أكبر عدد الزحايا على الخطي نعم هذا الأهم ولكن الألغام متواجدة في كافة ربوع الوطن الوطن الحبيب وضحايا المتواجدين منتشرين عبر جميع الولايات لخير دليل على ما أقول وإلى غاية ونظراً للظروف التي كانت تمر بها الجزائر آنذاك تأجلت المصادقة الرسمية لهذه على هذه الاتفاقية إلى غاية 17 ديسمبر سنة ألفين بالمرسوم الرئاسي رقم 432 ألفين تقريباً هذه لمحة حول الاتفاقية أتاوى لحظر ونزع الألغام والجزائر وفت بعهودها والتزاماتها وتعهداتها اتباعاً سنتحدث عن هذه الاتفاقية بإسهاب نتحدث الآن معك العقيد بن عثمان جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم نتحدث عن مخلفات مخلفات استعمارية قاتلة عن ألغام مزروعة شرقاً وغرباً كما قال العقيد مسعودي على كامل التراب الوطني حدثنا عن هذا الأمر تاريخياً لأنه الأمر مهم جداً وفيه حتى مجهودات بوذلت في مراحل مختلفة قبل وبعد اتفاقية أطاوى لنزعي وحذري الألغام تفضل حضرتك شكراً مرة ثانية بطبيعة الحال مسألة فضاعة الجريمة المتعلقة بالألغام لا تحتاج طبعاً إلى تأكيد لما نتكلم عادةً عن مخلفات الحروب لا سيما منها الألغام المضادرة للأفراد فإننا عادةً ما نتكلم عن أعداد هائلة من الألغام تتجاوز الملايين ومئات الألاف في أغلب الأحيان الجزائر على وجه الخصوص ورثت عن المستعمر الفرنسي ما يقارب 11 مليون لغم مزروعة سواء على امتداد الحدود الغربية والشرقية في خطي شالوا موريس وحتى كما تفضل السيد العقيد في مناطق داخلية غير معنية تماماً بخطي شالوا موريس ونحن عندما نقول 11 مليون لغم فيجب أن نتخيل ما ينجر عنها لغم مزروعة تحت الأرض مموهة لا يمكن مشاهدتها بالعين فنحن نتكلم عن 11 مليون ضاحية محتملة ويجب أن نتخيل ما ينجر عنها من تأثيرات سواء على المواطن مباشرة من حيث تهديد حياته أو تشويهه أو إصاباته بالعجز وحتى على نشاطاته اليومية فالعديد من المواطنين بعد الاستقلال وجدوا محاصرين في مناطق لا يمكنهم استغلال أراضيهم التي كانت ملوثة بالألغام لا يمكن للدولة أن تقوم بنشاطات اقتصادية أو تنموية في تلك المناطق من هنا يمكن أن نتخيل وزيادة على هذا كله يجب التكفل بالمصابين الذين قد يصابوا بعد ذلك على المدى البعيد والمتوسط الاجتماعي ومادي إلى آخر من هنا يمكن تصور حجم المشكلة أو حجم الكارثة التي تطرحها الألغام بالنسبة لأي دولة تصاب بها ولذلك الجزائر كانت السباقة كما ذكرنا للانضمام إلى اتفاقية أوتاوة وكانت لها مجهودات مباشرة بعد نيلنا للاستقلال سنة 63 سنعود إلى هذا تباعا عقيد بن عثمان الأستاذ حسين عبدالستار وأنت ممثل وزارة المجاهدين الأكيد الوزارة أحصت وتحصي يعني الأعداد أعداد الضحايا كما ذكر العقيد 11 مليون لغم مزروعة على التراب الجزائري فيهم جهودات بوذلت وتبدل لو تحدثنا عن دور الوزارة في إحصاء هذه الضحايا وبعد ذلك سنأتي اتباعا إلى طرائق التكفل بهم لنتحدث أولا عن التاريخ والجانب التاريخي في هذا قبل ولأنه نتحدث عن اتفاقية أطاوة ووجب أن نتحدث عن بنودها وتعهدات الجزائر بهذا إذن أشكرك مرة ثانية على هذه الاستضافة الكريمة الحقيقة الحديث عن موضوع بمثل هذه الضخامة يعني موضوع شائك وموضوع حساس جدا منذ استعادة الجزائر لسيادتها الوطنية سنة 1962 لماذا أقول هذا الكلام لأن هذه الجريمة تندرج ضمنها جرائم الاستدمار الفرنسي التي كانت طيلة العهد الاستعماري وأعتقد أن إحصائها شيء كبير جدا المسألة الثانية أن الاستدمار الفرنسي في الجزائر أقول أبدع في جعل الجزائر مصنع للجثث وتفنن بشكل أو بآخر في شيء أكبر من ذلك أن جعله حق لزراعة الموت والمفارقة العجيبة أن الجريمة لا تزال متواصلة لا تتقط بالتقدم ما زالت أثارها إلى حد الآن أثارها ومخلفتها لا تزال إلى يومنا هذا وعندما أقول هذا الكلام معنى أن أرواح الجزائرين وأجسادهم لا تزال تهدد وجودهم يعني حتى بعد الاستقلال إلى يومنا هذا بالنسبة لأمر الثاني أرد أن أتكلم عنه لأنه يجب أن ندخل موضوع الألغام في سياقها التاريخي لماذا أقول هذا الكلام نعم لأن النظر إلى الموضوع من زاوية جزئية قد لا يفهم ولا تكتمل الصورة وبالتالي نحتاج إلى زوايا أخرى وهذه الزوايا هناك من يرتبط بها بما قبل الاستقلال أثناء الثورة التحريرية وهناك بما بعد الاستقلال لأنه مرتبط بتاريخ دولة هي الجزائر أو الاستدمار الفرنسي انبلى على فلسفة ما تزال إلى يومنا هذا ولم تتغير وهي فلسفة عرقية عنصرية لا تعترف بالكيان الجزائري انطلاقا من فكرة أو نظرية ما يسمى بالسلم التصاعد للأعراق أو نظرية الاستعلاء والدنيا المسألة الثانية هو اعتبار الجزائر أرضا مستباحة وحقل للتجارب بأن جعل الجزائري كحقل للتجارب أو كحيوان يستعمل من أجل تجارب المختلفة في المجالات المختلفة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وقص على ذلك والشواهد ما زالت موجودة مسألة أيضا في غالية أهمية هو أن في الوقت الذي يفترض أن فرنسا الاستدمارية تتحمل مسؤوليتها التاريخية هي اليوم لا تزال تعمل إلى سرقة تاريخنا بمسميات جديدة نعم وعندما أقول مسميات جديدة في إطار تمجيد الاستعمار وعقلية التاريخ المشترك وعدم اعتراف بهوية الجزائر وهذا طبعا يدخل في إطار حرب الذاكرة لأن فرنسا لم تنس أنها في الجزائر ارتكبت مجازرة رهيبة ورهيبة جدا جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب بامتياز فعلا مع غياب يعني حاليا يغيب المجرم الفاعل وتغيب المسائلة القانونية وبالتالي بمثل هذه الأمور ويغيب الاعتراف فعلا فعلا وعندما أقول تغيب ما يسمى بالمسائلة القانونية الذي تقتضيه طبعا القوانين والأعراف الدولية بالنسبة لقضية يعني إحصاء ما نسميه بضحايا الألغام أو الناجينة من الألغام نعم الحقيقة أنه كما أشار السيد العقيد أنه حتى هناك وثيق أرشيفية تشير إلى وجود 11 مليون لغم في الجزائر وطبعا الحمد لله بفضل جهود الرجال وجهود الصادقين في الجزائر تمكننا من أن نقطع أشوات كبيرة وكبيرة جدا في قضية التطهير لكن ما يريد أريد أن أشير إليه أن هناك أكثر من 7300 من الضحايا وعندما أقول الضحايا هناك ضحايا خلال الثورة التحريرية وعددهم 4830 وبالنسبة للذين تعرضوا إلى ربما كانوا ضحايا يعني تعرضوا إلى عطب أو إلى عاها أو توفيوا كان عددهم 2470 يعني بلغة مختصرة أنه بعد الاستقلال يعني واحد على اثنين من الضحايا كانوا بعد فترة استعادة السيادة الوطنية وبالتالي أقول أن مجهودات وزارة المجاهدين في هذا الإطار يعني جبارة ومضنية من أجل إحصاء هؤلاء خاصة وأنهم يوجدون في المناطق الحدودية للجزائر سواء شرقا على محور الطرف سوق هراس غيلمة وتبسة وسواء على المنطقة الغربية عبرة نمسان النعمة وبشار وهذا كله من أجل التكفل الأمثل الصحي الاجتماعي النفسي التقني لهذه الحالات المادة خلال التعويضات سنتي إلى هذا تباعا شكرا جزيلا أستاذ حسين عبدالستار الأستاذ محمد جوادي لو تحدثنا عن هذه الجريمة وأنت منذ الاستقلال وأنت ترافع وتناظل من أجل حماية الضحايا من أجل إبراز هذه الجريمة سواء محليا أو حتى دوليا أستاذ محمد جوادي شكرا سيدتي المحترمة شكرا أولا فرنسا زرعتنا الموت حرب نايمة حرب مدفونة حرب غير معلنة سلاح بدون جنود جريمة مستمرة في حق الأبرياء وخاصة الرحل مرب المواشي البدو الرحل وغيرها كما لا ننسى اقتصادنا كذلك سواء المياه السطحية أو الجوفية الزراعة الفلاحة الحيوات الأليفة لغير أليفة لأسجار المثمرة يعني كل رزقنا كان ضحية ولهذه الأسباب أنا رفعت في عدة ملتقية الدولية وخاصة في الأمم المتحدة في جنب واتكلمت على الجرائم اللي هي فراسة لا أريد أن أعرف بها إلى يومين هذا إذن هذا الحرب يتمت شردت شردت قتلت قتلت وكذلك يعني شوهت الأجساد على المواطنين سواء أطفال أو شيخ أو نساء كلهم يعني شوهت أجسادهم أطرافهم السفلة أو العليا دفنتهم أحياء هذه الجريمة نتابع فيها ومنا نحن متراجعين عليها الدولة الجزائرية هذه الشريحة من المجتمع هي أمانة في أعناقهم متكفلة بهم نفسيا كما قال الأستاذ نفسيا مصطحيا اجتماعيا ماديا طالبنا نتاعنا من فرنسا هو حاجة واحدة هو الاعتراف بالجريمة في حق الأبرياء وخاصة المواطنين وخاصة المواطنين وخاصة المواطنين لأن بعد الاستقلال فرنسا المفروض المفروض كانت تقدمنا الخرايط ولكن رغم أنها لأن فكرة استعماري استدماري لا رغم أنها حقودة والحق المتاحة هو خذت الخرايط ومستلمتهم إلى بعد أربعين سنة وجابتهم ولكن رفضنا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير أخذ على عاتقه مهمة خطيرة ولكن قال أباؤنا بالأمس ضحوا اليوم نحن ضحوا من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء وإنقاذ الأرض الأرض التي بالأمس كانت أرض الموت اليوم أصبحت أرض حق حق للألغام نتحدث عن خطي شال ومريس خطاني للنار والدمار سنعود إليك لتحدثنا عن شهادات الحية عن الضحايا وأنت رئيس الجمعية الوطنية للحفاظ ودفاع عن حقوق الضحايا الألغام رحلت فرنسا وخلفت الألغام تصر إصرارا على تقتيل الجزائريين حتى بعد رحيلها هذه فرنسا التي تتغنى الآن بالديمقراطية العقيد تفضل فرنسا تدعى بالديمقراطية والعادة والمستوات وحقوق الإنسان جاءتنا لبنان وتعدت علينا جاءتنا لبنان وتعدت علينا وخلتنا الموت والدمار هذه فرنسا خلفت الموت والدمار تماما شكرا أستاذ جوادي سنعود إليك العقيد مسعودي نتحدث اليوم عن مجهودات كبيرة بدلتها الدولة الجزائرية بدلها الجيش الشعبي الوطني سل الجيش التحرير لمواجهة لمجابهة لإزالة وإزاحة الألغام في مهمة إنسانية أولا في التزامات دولية لاحقا لو نتحدث عن مجهودات الدولة الجزائرية في هذا الإطار بعد الاستقلال مباشرة رغم قلة الإمكانات رغم صعوبة المهمة وقامت بما قامت به من إزالة وإزاحة وتطهير للأراضي الجزائرية من هذا الموت المحقق الذي خلفته الألغام شكرا إذا تحدثنا على الظروف بعد الاستقلال وعلى الأسباب أو العوامل التي أدت إلى الجزائر أن تكون من السباقين للإمضاء بعد ذلك المصادق على هذه الاتفاقية هي الوضع الذي وجدت الجزائر عليه وجدت الجزائر عليه بعد 62 تطلق الإخوان إلى بعض الأشياء تطلق أخوان المجاهدين إلى 11 مليون لغم 11 مليون لغم هو بمعدل 1.2 لغم لكل مواطن جزائري في أحصائيات 1962 هو معدل أكثر من سبعة ألغام لكل مواطن في المناطق الذي يمر بها خطي شال وموريش شرقا وغرب وكأن فرنسا أرادت أن تتفنن في القتل تقتلنا وتعيد قتلنا أرادت أن تقتل بعد ذهابها أرادت أن تقتل بعد ذهابها ولحد اليوم لحد الساعة ما زلنا نعصر إلى هذه الألغام نتيجة قلت أولا تواجدها في جميع أنحاء الوطن عدم حصولنا على الخرائط الدقيقة لمناطق مورورك وفي سنة 1963 لما بدأ الجيش الوطني الشعبي يتطلق بعدين العقيد بن عثمان بدقة إلى هذه المهمة لما بدأ الجيش الوطني الشعبي بوسائل المتاحة خارجين من الاستقلال بإمكانيات بسيطة بإمكانيات بسيطة بأفراد عدد أفراد قليل الخبرة الوحيدة التي كانت لدينا هو خبرة المجاهدين الذين كانوا يتعاملون حتى تخطيط هذه الخطوط في الميدان كان بشهادات المجاهدين حتى استطاع لفائنا أن يرسموا هذه الخطوط على حقيقتها إجتهاد يرسموا هذه الخطوط خط شال وموريس يبدأ بفكرة موريس هذا أوندري موريس أوندري موريس للتاريخ فهو استفاد شخصيا من هذا الخط هو فكر عزل الصورة ولكن عنده استفادة شخصية كان لديه كان شريك في مصنع للأسلاك الشائكة بفرنسا تقريبا 90% من الأسلاك الشائكة المستعملة في الخط الأول هناك خطأ شائع نقوله شال وموريس ولكن الموريس هو الأول موريس وشال ثم شال موريس كان بعيد قليل عن الحدود لما جاء شال دار الخط مباشرة على الحدود مباشرة تقريبا مباشرة للعزل التام للمدن والقرى والمداشر قلت بعد الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر أمام وجدت الجيش الجزائري نفسه أمام مهمة جدا صعبة قلنا بالوسائل المتاحة بالأفراد المتاحين ولكن أمام كارثة المواطنين يموتون لأنه بعد رجوع اللاجئين والنازحين من المواطنين إلى قراهم ومداشرهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعامل مع هذا الموت البطيء وجدوا أنفسهم مضطرين لأن مصدر الماء يقع من الجهة الثانية كما يدعى في مناطقنا التي نعرفها جيدا السيلان من الجهة الثانية للسيلان مصطلح المينا القنبلة الكبريت هذه المصطلحات سمعناها ونحن صغار وجدوا أنفسهم أن نماشيته طرع من الجهة الثانية وجدوا أنفسهم أحيانا أن نماشيته تقع داخل هذا الخط وذلك ما يملكون كان من الواجب الوطني أن يشمر كما قال أخي يشمر الجيش الوطني على سواعده ويقوم بهذه المهمة ونجح فيها حقيقة في بدايتها خلفت لنا خسائر ولكن نجح نجاحا عظيما في إزالة هذه الألغام حيث يفوق سبعة ملايين وخمسمائة لغم ستطلق سبعة ملاف وخمسمائة لغم في المرحلة الأولى وكأن فكر أطاوى وجد في الجزائر قبل أن تكون أطاوى فكر أطاوى وجد مع الظرف مع الواقع الذي صادفته الجزائر والجيش الجزائري مباشرة في الأيام الأولى الاستقلال أمام هذا الخطر الذي يجب أن ينزع ويجب أن يزاح بأي وسيلة كانت حقيقة دفعنا ثمنا فيه ولكن الحمد لله نجح في جميع مراحله ونستطيع أن نقول أن الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال وفي مجالات أخرى أدى هذه المهمة على أحسن وجه على أحسن وجه سليل جيش التحرير الوطني شكرا لك حضرة العقيد سيد العقيد بن عثمان حدثنا عن العمل الميداني العمليات للجيش بعد الصورة مباشرة وقد وجد نفسه في مجابهة الألغام 11 مليون لغم كاملا يعني كيف واجهت وجابهت وتمكن الجيش الوطني الشعبي من إزالة وإزاحة كما ذكر أكثر من 7 مليون لغم حتى قبل اتفاقية أطاوة وهذا مهم جدا مراحل قطعها الجيش رغم قلة الإمكانات رغم نقص العدة والعتاد نقص التقنيات مفيش خرائط طبوغرافية لمعرفة أمكنة الألغام كيف تمكن من هذا نعم اسمحي لي أن أبدأ من حيث أكملتما أنت وحضرة العقيد حيث قلتما أن فكر أطاوة كان موجود حتى قبل أن نتكلم عن انضمام إذن مباشرة بعد الاستقلال القيادة السياسية والعسكرية كانت مدركة لحجم الخطر وتلاحظ بشكل مباشر التهديدات التي تمس المواطن فكانت أول خطوة بأن أدمجت مسألة القضاء على مخلفات الحروب وبذات الألغام في أول دستور للجمهورية الجزائرية حيث ذكرت بالتفصيل أن الجيش سيتكفل بالعامل من أجل القضاء التام على هذه الأخطار في الميدان حتى نتصور الأمر نتخيل أن لدينا جيش تحرير وطني تحول إلى جيش وطني شعبي ليست لديه أي معدات حربية أو وسائل نزع الألغام بالمفهوم الحديث يعني كل ما يملكه الجيش هو أسلحة فرضية وبعض المعدات البسيطة وسائل التقصي كما ذكر هي المجاهدين يحاولون يعني مساعدة الأفراد الجيش إذن فكانت تحدي في أول الأمر أن نعرفها ونرسم بدقة أماكن حدود الأشرة الملغمة حتى ننظم العمل فيما بعد إذن كانت في هذا المجال الجيش الوطني الشعبي لم يمتلك في وقتها أي فكرة أو أدنى مخطط حول انتشار الحقيقي للألغام في الأرض إذن من هنا بدأت أهم مهمة التي تسبق النزع الحقيقي لللغة من الأرض والتي هي رسم مصارات لمر بها الخطوط وحتى الأماكن اللي ممكن منتشرة بشكل عشوائي بعيدا عن الخطوط إذن هذه المهمة هي كانت المهمة الأصعب حيث تولت الوحدات آنذاك بمساعدة المجاهدين وسكان المناطق اللي مر بها كل خط سواء في الشرق أو في الغرب إذن لازم نتخيل الحجم العمل في ذلك الوقت بوسائل استطلاع بسيطة جدا اقتنيناها أو حصلنا عليها من بعض الشركاء كالشرك الروسي آنذاك وهي وسائل بسيطة جدا يعني آليات لكشف الألغام جدا بسيطة مقارنة بما هو متوفر اليوم في مجال الألغام إذن أسلافنا والإخواننا في جيش تحرير الأبطال الأوائل في المرحلة هذه بدلوا مجهود جبار جدا حتى وصلوا رسموا خطوط والخطوط هذه فيما بعد اعتمدنا عليها وتأكدنا من صحتها يعني مشكورين جدا تأكدنا من صحتها وقاررناها حتى ببعض المخططات التي ممكن نتكلم عليها فيما بعد اللي استلمناها من فرنسا سنة 2007 كانت مخططات عامة خرائط تبين مسارات مرور الخطوط الملغمة بشكل عام لا تشمل مخططات عامة والأدهى والأمر أنه بعد مرور هذه السنوات الطويلة الأكد العوامل الطبيعية ستغير مكان اللغم إنجراف الطربة يعني السيول الجارفة وإذ بها تقدمها طبيعية بطبيعة الحال صحيح ولكن لو حصلنا على تلك المخططات في تلك المرحلة لكان العمل الأمر أسهل لكان المجهودات قد كانت أخف وأقل بكثير نعم إذن بعد ضبط المحاور التي يمر عليها الخط قام الجيش الوطني الشعبي بإنشاء كتيبتين مختصتين هنا بدأ العمل الميداني يعني بشكل واضح فأنشأ كتيبتين كتيبة تولت العمل في الجهة الشرقية للوطن وكتيبة تولت تسمى كتيبة نزع ألغام يعني حتى سلاح حندسة في الوقت الذي يعني مباشرة بعد الاستقلال ما كانش موجود سلاح حندسة بالمفهوم كان موجود وحدات سليلة جيش التحرير الوطني دائما فأنشأت أول كتيبتين مختصتين خصيصا أنشأت للتكفل بنزع الألغام وباشرت أعمالها دائما بواسطة تلك الوسائل الصغيرة التي اقتنينا جزء منها من بعض الشركاء في تلك المرحلة وباشروا مباشرة الأعمال التي استمرت من سنة 63 إلى غاية 1988 وتمكنوا خلالها كما تفضلت رغم قلة الإمكانيات وبساطة التجهيزات من نزع أكثر من 7 ملايين يعني ما يقارب 8 ملايين لغم في تلك المرحلة وتطهير ما يزيد عن 50 ألف هكتار ونجحوا بذلك في فك العزلة عن أولئك المواطنين الذين كانوا شبه محاصرين يعني بشكل كامل في مناطق وهذا يعني ملخص للمجهودات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي قبل أن نصل إلى تكلم عن أطاوى وتصديق أطاوى والتي كانت الجزائر السبقة فكرا ثم التحاقا بهذه الاتفاقية أستاذ حسين عبدالستار حدثنا عن دور وزارة المجاهدين التشريعي أتحدث لحماية هؤلاء الضحايا لتكفل بهم اتباعا عبر مراحل بعد الاستقلال ثم جاءت اتفاقية أطاية التي وكبتها الجزائر دولة بمختلف الوصية المتفاعلة في الموضوع حدثنا عن هذه الحماية القانونية أو التشريع كيف جاء مباشرة بعد الاستقلال الأكيد لحماية الضحايا من مناحي عديدة تفضل أستاذ طبعا في البداية أردت أن أقول أن السياسة الوطنية في هذا الاتجاه بدأت في وقت مبكر يعني بعد الاستقلال مباشرة الدليل أن زميلي أشار قبل قليل أن أحد الدستور الجزائري الأول في 163 أشار إلى هذا الملح هذه مسألة مبدئية المسألة الثانية أن وزارة المجاهدين نعم رافقت منذ البداية أقول رافقت منذ البداية هذا التوجه من خلال العمل في أربع اتجاهات الاتجاه الأول هو عملية ما يسمى بسن قوانين أو ترسانة قانونية من أجل حماية وترقية وتعويض الضحايا طبعا ضحايا الألغام بالدرجة الأولى وهذا كان عنده إن صح التعبير مراحل كثيرة لأنه قد في البداية الصورة لم تكن قد اكتملت بعد وبالتالي هذا الملف كان في حاجة إلى توثير كان في حاجة إلى إحصاء الضحايا كان في حاجة إلى معطيات إلى معطيات حتى تكتمل الصورة من أجل أن تكون هذه القوانين فعالة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وهو إحصاء الضحايا الذين تمسهم هذه التغسانة القانونية وطبعا هذا تطلب أمر كبير لأن العملية سواء في شقها العسكري أو في شقها المتعلق بوزارة المجاهدين كانت عملية في الحقيقة متعبة وصعبة وشاقة بل ومكلفة وبالتالي أقول أنه بعد إحصاء يسمى بالضحايا جاءت مرحلة أخرى هي مرحلة التكفل المادي الصحي الاجتماعي التقني بهؤلاء لأن هذه الفئة تحتاج إلى هذه الأمور بشدة مسألة أيضا في غاية الأهمية هي تتعلق بأن هذه الفئة أيضا كانت في حاجة إلى امتيازات وخدمات خصيصا من خلال قوانين واضحة ودقيقة جدا خصيصا لها من نظل وضعيتها بل أقول أكثر كنا في حاجة أيضا إلى هياكل ومؤسسات من أجل التكفل الأمثل بهذه خاصة النفسي والاجتماعي طبعا لكن في المرحلة الثانية بعد أطوى سيكون تكفل نوعي لأنه في البداية كان تكفل كمي بالدرجة الأولى ثم ستأتي مرحلة بعد الإحصاء وجمع المعطيات هناك مسألة أيضا في غاية الأهمية الأمر لا يتوقف عندنا هذا وإنما وصل إلى درجة القيام بعمليات التوعية وعمليات التحسيس لأنه أعتقد أنه أكبر مشكلة عندنا إنه بعد الاستقلال وحتى إلى يومنا هذا هي قضية التعتيم التعتيم الفرنسي على الوثائق والخرائط المتعلقة بالألغام وطبعا هذا الملف هذا الملف ربما بقي في مستويات معينة لكن بالنسبة للقواعد الشعبية وبنسبة للضحايا خاصة في المناطق الحدودية يعني نسبة الوعي ونسبة إحساسهم بهذا الموضوع كانت تحتاج إلى ربما عمل كبير نعم عمل كبير في هذا الإطار لذلك أقول أن مجهودات وزارة المجاهدين في هذا الاتجاه بدأت بالدرجة الأولى بالتأسيس لقوانين في هذا الاتجاه أعطيك بعض الأمثلة الدقيقة جدا أول قانون كان الأمر رقم 74 ثلاثة وهذا الأمر كان في 16 جنفي من سنة 1974 يتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة والمزرعة خلال حرب التحرير ولذوي حقوق هؤلاء الضحايا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية الاستفادة من التجهيزات واللوازم المناسبة للذين أصبوا بعطب أو بعاها أو ضحايا بشكل عام وطبعا هذا الجانب المادي في هذا القانون المسألة الثانية أن هذا القانون سيدعم فيما بعد مثلا بمنشور رقم 30 المؤرخ في 14 أفريل سنة 1975 يتعلق بمنح ضحايا الألغام المتفجرة بل أقول أكثر أنه حتى في قانون المالي سنة 1980 طبعا جاء ليحدد مبالغ كل نسبة من هؤلاء الضحايا وبالتالي تلاحظي أنه كل ما مغت مدة زمنية إلا وتطور فيه تحيين وتطور تشريعية تعلق بهؤلاء بل أقول أكثر أن الأمر رقم 88 الذي يعد الأمر رقم 74 03 تدارك الكثير من الإجحاف الذي كان واقع في المرحلة الأولى أعطيك على سبيل مثال الحصر أن المرأة الأرملة إذا كان إنسان عنده متعدد في الزوجات كانت تقسم 75% على أربع زوجات نعم وفيما بعد أصبحت تقريبا كل زوجة لها حقها في ذلك مسألة أيضا في غاية الأهمية هو أنه حتى الزوجة إذا أعادت الزواج تبقى تحتفظ بهذه طبعا المنحة وربما هذا تطور نوعي أقول في هذا المجل بل أقول أكثر أنه سنة 1991 كانت ربما نقلة نوعية على اعتبار كان أنه القانون للمجهد والشهيد ليتأرخ في 14 سبتم من نفس السنة 1991 طبعا في مادته 27 لم تخني الذاكرة يعني خصص منح ضحايا وذوي حقوقهم بالإضافة إلى مراسيم أخرى وقوانين أخرى يعني أخص بالذكر المرسومة رقم 88 175 الذي أرخ في سبتم من السنة 1988 الذي حول مركز تجهيز يعني حول من خلاله مركز تزهيز مع طوبية حرب التحرير إلى مؤسسة عممية ذات طابع إداري نقل مقاره إلى الدويرة وطبعا هدفه أولا حماية الاجتماعية للضحايا وتزويدهم بالأجهزة واللواحق اللازمة للعجل الحاصل ثم هذا فيما بعد سيتطور بعد معاهدة أوطاوة الأكيد بعد معاهدة أو اتفاقية أوطاوة فيه مجهودات بوذلت في الإطار نتحدث عن الشقة التشريعي وتنفيذه ميدانيا لصالح الضحايا شكرا لك أستاذ حسين أستاذ محمد جوادي وأنت المرافع المدافع عن حقوق هؤلاء الضحايا في الجزائر وخارج الجزائر حدثنا عن بعض الشهادات الحية التي وقفت عليها والأمر مريع وفضيع بشكل كبير لأن فيه الموتى وفيه من فقد رجله وفيه من يعني فيه كوارث وفضاعة وبشاعة لمخلثات الاستدمار الفرنسي سيد محمد جوادي صحيح فرنسا شوهت كما قلت ورملت ويتمت وعوقت لكن الغالب في الأمر لو تلو في بعض الضحايا يخاف من التشوي تشوي على أجسادهم يخاف ويقول لأن كان بنت في طرف محروق بكاملة 64 سنة لم يخلق منظرتها لم يخلق لا قرأت ولا تمتعت بطفولتها ولا شاهدت الدنيا كيف كان لأن لما تخرج من الدار يهرب ويخاف ويقول تحرقت كامل ولما سألوها صحفيين الفرنسيين لما جاءوا هنا قالت أن لما رفعت الأمم المتحدة في جناث قلت لفرنسا لغمت كل طراب الوطني شبر السفير مثل الفرنسا لا أقبل لأكلام قال لي الألغام مزروعة إلا في شرق وغرب لكن أعطيت المثال الحقيقي قال لي الألغام هذه نتاعكم نتاعكم نتاع الإرهاب قلت صحيح ولكن صنع فرنسي وإنجليزي وأمريكي وإسبانيولي وإيطالياني كلها كانت في الججائر قال لي أخسار عليك تكون ممثل الدولة الرابعة في العالم عسكريا ومتعرش تاريخ بلادك الحلف الأطلاثي كامل هو اللي جاسب وكافح معكم وساعدكم 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 ولهذا لما طلبت منها صحفية وهذه كلمة اعتز بها قلت لها واش تطلب من فرنسا وهي تفكر تقول لها واش تطلب من فرنسا هل تطلب سوارد هل تطلب علاج قلت لها أنا ما أطلب حتى شيء من فرنسا وتنجموش تعوضوني الشيء لا أطلبوا أعترفوا بالجرائم فقط للجزائر أما أنا معززة مكرمة لا نحتاج إلى تعويضات نحتاج إلى الاعتراف بالجرائم قلت لك قلت له أنا ما أحتاج منك لا تعويض ولا درهم ولا علاج نحتاج إلى الاعتراف بالجرائم بحق الأطفال بحق الشيوخ بحق الأراضي الجزائري اللي دمرتها ولهذا قلت له اسماح في كل شيء أنا طلبي الوحيد هو الاعتراف عليكم من جزائر فقط لا أكثر ولا أقل هذه حاجة الأول الحاجة الثانية في بشار فاقد الأطراف العليا فاقد البصر 14 سنة في عمره وفي عمره حاليا لما استجمونا قدرنا مع التحقيق كان في عمره 70 سنة قالت للصحافية وش تطلب من فرنسا قالها فرنسا جاتنا لبلادنا وتعدت علينا حطمتنا مستقبلنا وعوقتنا وش تطلبونها أكثر من هذا نطلبونها اعتراف بالشيء اللي دارته فينا في حقنا خرامة الجزائرين فوق كل اعتراف نحن لا نشفي حاجة إلى تعويض لا نشفي حاجة إلى علاج في حاجة إلى اعتراف لأنكم كنتوا سبب في هذه الجرائم في هذا الشيء اللي عنا فيه المثورات الصحافية كانت فرنسية وانت على القناة الخامسة خافت وقالت أنا يا هذا السيد هذا ربما يكون عنده ورد فعل ويكون كاش ما يدير لي بعدما كملت الحقيق معها يا حضارته وش قالها قالت فضلي لغداء طيب والقهوة طيبة وش قالت الشعب المعجزات هذا الشعب المعجزات هذا الشعب اللي هو أبائي وأعمامي ودولته اللي كانت له سبب في مستقبله يقول يتفقد يتغذي وتعشي يعني هذه حاجات كثيرة 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 جدا وبذكرك هذه الشهادات سيد محمد جوادي نتابع سويا هذه الشهادات الحية لضحايا الألغام الألغام الاستعمار الفرنسي هذه الجريمة المتواصلة هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم مشاهدينا نتابع هذه الشهادات الحية ولا نعودها موسيقى لقد أردتها لقد أردتها لقد أردتها ثلاثة كبابيش كما فتحضتها لولا لاثاني 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 لقد أردتها لقد أردتها هذا يوم لا تحرك لقد أردتها وقفتها لقد أردتها لا أردتها كان هذا النسبتار خليتها ثم مرت عمه اللي معاها تلهت في وليدها اللي ماتوا كان عندها شهر بارك من يزادتها؟ عندها شهر خمستاش نيوم باركة مش فتاجنا من اللحظة اللي خليتها ثم ما مرجعتش لها دوني نسبتار ميت نتفكر غير هي ما نتفكر ويل ونجوع نتعرى نسخص تجربية الدنيا كل بساح ما نبكيش بساح الوقت الموقف تعلمين هذي كنبكي وقت هذا كان صعيب يأسر شهداء ماتوا عزيز وماتوا نظاف والله ينصر دولتنا والله يبارك فيها ويبقي استر على أولادنا وربي يحفظهم وكل مره وراجل هذين ققتني في ستوستين ستوستين ققتني هنا في بني ونيف هنا؟ هنا في بني ونيف هنا في بني ونيف أيوا هو بدأ يخدم بولاده وغيب شوية بدأ يخدم كانت هنا كانت أسلك شائكة كانت ألغام وكانت وغيب شوية كانت غير نخال بحكم لمنطقة صحراوية ينتج فيها نخال هنا كانت نوع التومور كانت أنواع التومور كانت الفقوس كانت أغراس كانت شوية وكانت أشجار تهني كما الزيتون كانت أكثر خاصته حاجة من جسمه يحس كان برشح واج يعني ممنوع لي كانت كما نقولون نحن يعني في وقت شبابي أنه عقبت شبابي كان هو شيخ شيخ كبير على حسب القصوريين أنه شيخ وقعدنا كهكة اليومنا هذا مبادرة مبادرة طيبة ومبادرة هذه يستفيد أثناء يقعد عام أخر يستفيد أنا كنت أسست الجمعية هذه من الأول الأخر ووقت توقع يوسف دير المبادرة هذه أو يعلم يعني هزيت له واحد الضر مني الضر مني الضر مني أنا استفيدتك هكا وعامين والثلاث يزيد يستفيد واحد أخر إن شاء الله يا رب العالمين ديما ديما أنا لباس رحمة رب العالمين ضحايا الغام ضحايا الاستعمار ضحايا الاستدمار الفرنسي صور مؤلمة لاستعمار بشع أستاذة محمد جوادي كنت قلت أنه فيه البعض تعريفهم من هؤلاء الذين قدموا شهادات رغم بشعة الاستعمار رغم الذي حدث لهم الجميل أنه الدولة احتضنتهم تكفلت بهم وأنت ترافع وتدافع عنهم يعني فيه جانب مأساوي حقيقة لكن فيه جانب آخر فيه جانب لكرامة الجزائري الذي لا يريد تعويضا بقدري ما يريد اعترافا بالجرم المشهود ويريد كرامة ويريد كرامة نعم أنا الصورة شاهدتها طفل في عمره 12 سنة عيد ميلاده عيد وفاته نعم بلغم في زربة الواد ولاية بسكرة جابوا للمدرسة اللغم هذا وفيدوا بالمدرسة وخرجوا به للفانات على القسم ولكن ربي سبحانه أبحث يحفظ خرجوا من الفانات على المدرسة وخبطوا على الحيط شيء اللي ما نجمت كنا نتكلم لك فضاء على الراسطار ومصورة وخرجوا وشيء اللي ما نجم وشوفوا حتى بشر وديت القناة الفرنسية الخامسة شفاتوا وصوراتوا هذه حاجة له الحاجة الثانية المجاهدين أثناء تحرير المباركة يحبوا يردوا الفعل لفرنسا يحبوا يزرعوا لها الألغام في المناطق اللي هي نائية اللي هي طرق اللي هي غير محبدة وخاصة وين يكون المسال كعراء لما بدأوا يزرعوا لها وشدارة فرنسا جريمة للإنسانية الدولة تقبلها يجيبوا المجاهدين أو أبناء المجاهدين أو المواطنين العدنيين يجيبوهم ويعطوهم واحد يسموها المذرع ويقولوا أمشوا أبحثوا على الألغام قدامنا قدام الجيش الفرنسي إذا لقيتوها الله يبالك وإذا ما لقيتوهاش وكاش ما ينفجر اللغم فينا كلكم تموتوا سأل واحد واحد من هذوك المواطنين سأل الضبط فرنسي قال له أم اليطنى كيف هل نعرف أن نلقي اللغم قال له لما تطلعك 17 متر في السماء هرهين يلقيتك ممكن تلقيتها هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية يجيبوا القطارات يديروا العربة الأولى يديروا في هذا المساجين كامل ويحطوه قدام القطار إذا كان لغم للقطار ينفجر في المساجين لكن المجاهدين وقفوا مدام المواطنين هما لعدوا ضحايا نحن نوقف هذه العملية ووقفوها وهما يديروا بالعشرين والثلاثين في فاقو باش يموتوا هذوك المواطنين هذوك هذه أكبر جريمة في الإنسانية أكبر جريمة حتى دولة في تاريخ باستثناء فرنسا فرنسا لا نسامحها لا نسمحها أبدا حتى نتعترف بكل جرائمها في حق الأبرياء في حق المواطنين في حق الشعب في حق الأرض التي نستها منذ 1830 إلى 1962 شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جوادي العقيد مسعودي نتحدث عن اتفاقية أطاوة عن انضمام الجزائر لها لو تحدثنا عن المراحل التي اتبعتها والخطوات التي اتبعتها الجزائر للانضمام ولو أنه كانت سباقة في التوقيع بعد ذلك تأتي التعهدات والالتزامات حدثنا عن هذا لأنه أمر مهم جدا شكرا جزيلا تعليق طفيف على ما مر الصور والشهادات تشير إلى فضاعة الأمر وما عناه الشعب الجزائري وما يعانيه وما يعانيه الألغام لم تكن موجهة فقط للمجاهدين الذين كانوا يحرمون موجهة للأطفال وبعد حتى بعد الاستقلال شهادة التي قالها الأخ جوادي أنت الطفل ما ذنب هذا الطفل نمر إلى المرحلة الثانية لاتفاقية أطاوة فبعد المصادقة مباشرة على اتفاقية أطاوة تمت شكلت الجمهورية الجزائرية الأمانة التنفيذية لمتابعة منع استعمال الغام تخزينها نقلها وتدميرها هذه الأمانة التي تضم جميع الممثلين من جميع الوزارات المعنية ليكون الملف شاملا ومعجزته من جميع الجوانب ضمت الأمانة التنفيذية وألحقت بوزارة الدفاع الوطني وأنا أمينها التنفيذي ضمت ممثلين جميع الوزارات لكي يكون العمل متكاملا من جميع جوانبه المرحلة اتفاقية أطاوة كما سبق وان ذكرت تتطلب التعاهد بعدم استعمال الألغام تتطلب التعاهد بعدم إنتاج هذه الألغام تتطلب التعاهد بعدم الحصول على هذه الألغام بوسائل أخرى كما تتطلب أيضا تدمير ما تملكه من الألغام فالجيش الوطني الشعبي كان يملك عدد لبأس به من الألغام المضادة للأفراد وتم تدميرها في مراحل وفقا للمتطلبات الاتفاقية وأعلن عنها وانظمت جلسات من هذا النوع في الميدان حيث تم تدمير كل المخزون من الألغام المضادة للأفراد تطبيقا لهذه اتفاقية اتفاقية أيضا تتطلب العمل الثاني لهو تطهير وكنا لم ننتهي بعد من تطهير كل الأراضي حيث انطلقت في سنة 2004 العملية الثانية العملية الثانية التي هي أقل من العمل الأولى لكن هذه المرة انطلقت بوتيرة أخرى بوتيرة احترافية بوتيرة الجيش وطني شعبي متقدم له الوسائل والعتاد والأفراد المكونين على الأحسن وخير دليل على ذلك من 2004 إلى 2016 حيث انتهينا قبل الأجال المحددة لأن الأجال المحددة كانت محددة في 7 أفريل 2017 لكننا انتهينا في نهاية 2016 من هذه الألغام بدون ولا حادث يذكر يعني الجزائر وفت بالتزاماتها وفت بالتعهداتها كاملة غير منقوصة وأقول بدون أي حادث يذكر مما يدل على الاحترافية الكبيرة التي اكتسبها الجيش الوطني الشعبي في هذا الميدان إضافة إلى الميدان الأخرى ميدان التطهير والتضمير المخزون الميدان الأخرى التكفل رقمنات ضحايا المأساة هذه ضحايا الألغام يجب أن تكون هذا تعهد من التعهدات لماذا ممثل وزارة المجاهدين في الأمانة التنفيذية هذه لكي يكون معالجة الموضوع من جميع مجال من جميع الجوانب سنعود إلى هذا ونحن نتحدث عن الشهادات لأنه أمر مهم جدا الشهادة الحية تقلنا وتنقلنا مباشرة إذا فضاعت الاستعمار الفرنسي مشاهدين نتابع هذه الشهادة الحية ونعود للحديث حادث لغم من مخلفة الاستعمار دمر طيح حياتي كنت أعلمها أصدري أنك مستعد ذلك لقد كنت ألغم كنت أصابحة كنت أكثر منك كنت أصابحة لكي أصابحة لقد كنت أقلها لقد كنت أصابحة وأنت أعرف ماذا أصابحة أم الشهادة كنت أقول لك أي مهم المهم تتعرف هي.. يا ربني المهم هي في 2012 حياتك رجعتك حتى في 2012 تعرفت هي الجمعية وعطتني عشرين عجيات وزديتني ستة خلايا نحل لك هناك مشروع ناحية مشروع ناحية ومدة نتائج جملي حملية تجيبتك؟ صبح الله تعرف وقلنانا كان عندي ستة بإمكانية تضعيفها قلبتها 14 نحن ناول مثلاً ناحية غير من ستة خلايا نحل لك 26 نتر باعتها بـ 300 بـ 400 باعتها بـ 300 محتاجنا المهمة باعتها بـ 6 ملايين ومعرف ندخل الـ 6 ملايين ترجمة نانسي قنقر اشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ضد اشترك صافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه الألغام وفي التكفل بالحفاظ على حقوق الضحايا وزارة المجاهدين ومختلف الوزارة الوصية لها أيضا الدور في هذا حضرة العقيد بن عثمان نتحدث عن هذه الجرائم من جوانب عديدة تاريخيا نتحدث عن جرائم ما زالت أثارها لحد الآن مجهوداتكم في هذا الإطار قبل تحدثنا عن قبل الاتفاقية بوسائل بسيطة نتحدث عن مواكبة اتفاقية أطاوة لحضر وإزالة وإزاحة الألغام وإجهزة تقنية جدا مكنت الجيش من تطهير كما قال العقيد مسعودي تطهير الحقول كلية تقريبا من هذه الألغام من هذا الضمار من هذا النار ونحن نشاهد هذه الشهادات المؤلمة جدا تفضل حضرة العقيد نعم بالنسبة للشهادات أنا لا لا أستطيع أن أعلق عليها لأنها تعالق عن نفسها أنا أتكلم فقط على الجانب الميداني وأترك أستاذي وأخونا الأكبر الأستاذ جوادي يتكلم على الشهادات والضحايا في الميدان إذن كما تفضلت أيضا مباشرة بعد التصديق على اتفاقية أطاوى كانت الجزاء لديها مجموعة من الهزامات كما أشار السيد العقيد أنشأت لجنة وزارية مشتركة حتى تتكفل بهذه الالتزامات كلهم على قطاعات مختلفة في الدولة وزارة الدفاع الوطني تكفلت بمحورين من الالتزامات التي تنجر عن التصديق على الاتفاقية وهما تدمير المخزون تعل الألغام الموجود في المخازن لدى الجيش الوطني الشعبي نحن عندنا جيشنا عندنا وعدات هندسية مثل كل الجيوش كانت تمتلك مجموعة أو عدد من الألغام للاستخدام في مختلف الأغراض التدريبية كانت أو عملياتية المحور الثاني هو تطهير الطراب الوطني من كافة التجهيزات المتفجرة التي قد تشكل في يوم ما تهديد على المواطن إذن وزارة الدفاع الوطني تكفلت بهذا المحورين ومواصلة للمجهودات السابقة وكأنه مرحلة ثانية استمرار العملية توقفت في 88 لظروف العشرية والظروف التي مرت بها البلاد أنذاك في تلك الفترة حتى الجيش 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 الوطني الشعبي عرف عملية عصرنا وقوى وأصبحت لديه بعض المعدات التي تعتبر متطورة مقارنة بجيوش أخرى فكنا تقنيا في مجال تكوين وفي مجال إمكانية الأفراد كنا تقريبا جاهزين إلى حد بعيد للتكفر بهذه المهمة إذن الميزة التي ميزت هذه المرحلة مقارنة بسابقتها هو ظهور مفهوم يسمى المعايير الدولية لنزع الألغام إذن هنا ظهرت بعض المعايير التي كان على الدولة دائما الالتزام بها أثناء التعامل سواء في قطاعات الأخرى حتى القطاعات الأخرى معانية يعني عندها معايير تتعلق بالشفافية في تقديم الملف إلى آخره نحن في الميدان يعني فيما يخص نزع الألغام كان ظهرت عنا معايير جديدة فيما يخص التأكد يعني مشكلة كبيرة التأكد من خلو الألغام بعد انتهاء الأعمال إذن حتى نحترم تلك المعايير قمنا بتحضير المورد البشري اللازم في مجال التكوين أرسلنا مع بعض المراكز في الدول شقيقة وصديقة أعضاء في الاتفاقية قمنا بتكوين مفتشين مختصين في نزع الألغام تكوين مكونين ليكونوا الأفراد في نزع الألغام وهذا دائما بالاتفاق وتحت الإشراف المباشر للأمانة التنفيذية للاتفاقية إذن كان عندنا مورد بشري أفراد إطارات مؤهلين وزدنا تأهيلهم أكثر حتى ننسجم مع المعايير المعمول بها دوليا في الميدان قلت عندنا محورين تدمير المخزون وتطهير الأراضي الملغمة إذن وإن كنت أعلم أنه الوقت البلاتون محدود والأمر يحتاج إلى شرح كثير سأحاول أختصر إذن في محور تدمير المخزون بشرنا عملية إحصاء للألغام الموجودة في المخازن ولد الوحدات في الجيش كان عددهما يقارب 165 ألف لغم شرعة مباشرة في تدميرها سنة 2004 واتفقنا آنذاك مع أمانة العمل للاتفاقية على الاحتفاظ ب15 ألف لغم تستخدم لتكوين الأفراد لأنه لازم دائما نبقى قادرين على تكوين الأفراد حتى يكونوا جاهزين لنزع الألغام التكوين المتواصل والمستمر وفقا للتقنيات الحديثة في البداية تم تدمير العدد المفروض والاحتفاظ ب15 في 2008 أتذكر وبطلب من الأمانة تم خفض ذلك العدد إلى 6000 لغم فدمرنا الفارق ثم في سنة 2017 حتى بعد انتهاء أعمال تطهير الميدان لما تكملنا العدد وحتفظنا ب6000 كنا أنهينا التزاماتنا الرسمية في إطار الاتفاقية 6 شهر دائما قبل الأجال المقررة إلا أنه في 2017 وبمبادرة من الجزائر في إطار سعيها لإعطاء الصورة المشرفة ولعب الدور الريادي وعبرة لباقي الدول فبمبادرة من الجزائر تقرر حتى هذاك العدد 6000 لغم التي تم الاحتفاظ بها للتدريب حتى هي تم تدميرها واليوم الجزائر ما فيها حتى لغم في أي مكان لا يوجد أي لغم مضاد للأفراد لا عند الجيش ولا عند مؤسسة وحدة أخرى تطهير الأراضي طبعا كما قلت كان الجيش عرف عملية عصرنا والحمد لله أو كانت أصبحت لدينا إمكانيات أحسن فكيفنا تلك الوسائل وتم إنشاء ست مفارز ست مفارز بقوة من 40 إلى 80 فرد تعمل بمعدل مفرازات تقريبا في كل ولاية إذن في الجهة الشرقية كانوا مفرازات تخدم في ولاية الطارف مفرازات تخدم في ولاية سقهراس ومفرازات تعمل أو تخدم في ولاية بسا في الجهة الغربية نفس الشيء مفرزتين في تلمسان ومفرزات في النعامة ومفرزات في بشار إذن هذا المفارز هذه جهزت بوسائل سأحاول أخذ بسرعة نعم لأنه الوقت فقط نعم جهزت بوسائل وتقنيات مناسبة أكثر تطور ونجحت والحمد لله بتلك الوسائل الخاصة في تطهير كامل التراب الوطني وأنهت بصفة رسمية تطهير تطهير الأراضي الملغمة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 شكرا جزيلا أستاذ عبدالسطلين الوقت دهمنا فقط نتحدث عن مواكبة وزارة المجاهدين تشريعات أو التزاماتها الدولية في إطار الانضمام إلى اتفاقية أطاوى إضافة إلى العرقيل لتطبيق والتنفيذ هذه الاتفاقية البنود ربما في إطار الحماية الكاملة والشاملة في مناحي عديدة ومتعددة لضحايا هذه الألغام فعلا توقيع اتفاقية أو معاهدة أطاوى كانت بمثابة ربما نقطة الإنعطاف في التطور النوعي نحو التكف الأمثل طبعا بالضحايا بالدرجة الأولى ومن جهة أخرى تبين أن الجزائر فعلا وفت بالتزاماتها الدولية وتوجهها الإنساني والسلمي في هذه المسألة بالنسبة لقطاع المجاهدين طبيعي جدا أنه بعد معادة أطاوى كانت هناك استراتيجية وهذه استراتيجية فيها جانب جديد الجانب الأول يتعلق بالجانب القانوني وعندما أقول جانب القانوني طبعا تم سن القانون أو قانون المجاهد الجديد الذي لا يزال سير المفعول إلى يومنا هذا وفيه تفاصيل مهمة جدا في الموضوع تتعلق بالتعريف الدقيق للضحية كذلك في مسألة مهمة وهي التفصيل في المنحة التي تقول حتى لذوي الحقوق من الأصول ومن الفروع وبالتالي التدقيق جيدا في الضحايا الذين سيستفيدون من هذه من الجانب المادي والاجتماعي والنفسي وهو صدور مرسول رقم 13 272 الذي أرخ طبعا في 25 جولي 2013 الذي عدل القانون الأساسي لمركز الدويرة سابقا والشيء الجديد أنه أصبح هذا المركز مجهز بأجهزة حديثة ومتطورة وهذا بشهادة حتى الأجانب المتخصصين في القضية الألغام الذين ظهروا هذا وأعجبوا به أيما إعجاب لسيما وأنها بدأ يتخصص في هذا الجالب من خلال لماذا؟ من خلال صناعة وتركيب ما يسمى بالأعضاء الاصطناعية من خلال الأحذية الطبية اللواحق السمعية الكراسي المتحركة المعدات المساعدة يعني فيه الآن تكفل تام وحماية قانونية ميدانية نفسيا اجتماعيا تقنيا وماديا للضحايا فعلا بل أضيف لك شيء أكبر من ذلك أن التكتف التكفل التام وصل إلى إيجاد أطباء عامين ومتخصصين إلى أعوان متخصصين في التأهيل الحركي والوظيفي في العلاج الفيزيائي بالإضافة إلى خدمات الإيواء والإطعام بل أقول أكثر أن هذا المركز يعني دعم بفروع على مستوى الكثير من المناطق خاصة المناطق الحدودية بما في ذلك لأنها الأكثر تذررة نعم بما في ذلك ملحق حمام بوحجر بما في ذلك ملحق غالمة ملحق النعامة ملحق وهران وملحق تبسة وأضيف لك شيئا أنه على مستوى كل مديرية مجاهدين بالولايات 48 هناك خصصة مساعدة اجتماعية حتى تصل كل ما نسمي بالانشغالات والشكوى المتعلقة بهؤلاء إلى وزارة المجاهدين بالدرجة الأولى وحتى لأنه المعروف أنه من بين الصعوبات للتقينها هي قضية نقص الوعي نقص الوعي وكما ذكرت التوعية والتحسيس بخطورة هذا شكرا جزيلا لأنه الوقت دهمنا عقيد مسعودي حدثنا الآن عن دور الجزائر في اتفاقية أطاوة نتحدث عن دورها وطنيا إقليميا دوليا ما يعرف بإفريقيا دون الغام وترأسها للجنة المساعدة التحية الألغام لأنه أمر مهم جدا الجزائر كانت السباقة لها المبادرة فاعلة في هذه الاتفاقية شكرا جزيلا أشرت إلى عدة نقاط هامة جدا لأنه الأمانة التنفيذية تقدم سنويا تقريرا على كل الإنجازات لحد الساعة عن كل عن مدى تقدم تنفيذ اتفاقية أطاوة أثناء المرحلة 2004 و2016 في كل سنة كانت ترتب الجزائر الأولى من حيث جدية العمل في هذا الرياضة دائما كانت ترتب الأولى وكانت تعطى علامات مختلف الهيئات الدولية ترتبون دائما أمام دول كبيرة منضم إلى هو اعتراف دول 164 دولة منضم إلى 164 دولة عضو عضو في الاتفاقية هذا اعتراف دولي بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في هذا الميدان وهذا وسام على صدر الجيش والوطني الشعبي وعلى كل الجزائرية الأكيد الذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا الميدان ويمكن استثمارها حتى على المستوى الدولي واستفادة من التجربة الجزائرية الاعظيمة هي تجربة حقيقة فريدة من نوعها ذكرت إفريقيا بدون ألغام مع ترأس الجزائر الآن للجنة لدورة 2021 انتخبات الجزائر كرئيسة لهذه سنحاول استغلال هذه الفرصة من أجل الوصول إلى إفريقيا وتم رفع الشعار في اجتماعنا الأخير بجناب من 15 إلى 19 ديسمبر تم رفع هذا الشعار مع المجموعة كبيرة من الدول الإفريقية التي تساندنا في هذا المجال رفع شعار إفريقيا بدون ألغام وهو مكتسب كبير لو استطعنا الوصول إليها كذلك استغلال هذه الفرصة لعولمة هذه الاتفاقية لتدعيم انخراط العديد من الدول في هذه الاتفاقية يمكن العديد من الدول تضع على عاتق الجزائر خاصة إفريقيا نظرا للدور الذي تلعبه الجزائر من أجل تحقيق هذه الأهداف إفريقيا تاريخيا حتى في مساعدة الشعوب المستضعفة في تقرير مصيرها والآن ترافع من أجل إزالة الألغام عن إفريقيا التي تعتبر تجارب منطقة خصبة للتجارب الاستعمارات المختلفة والمتعددة بوحشيتها فقط أستاذ محمد جوادي حدثنا عن أفاق الجمعية الوطنية عن ورقة طريقكم دوما في إطار المرافعة والدفاع عن حقوق الضحايا وطنيا إقليميا ودوليا أولا الضحايا إلى حد اليوم هذه رسالة لفرنسا إلى حد اليوم جراحهم لم تندمل يعني ما زالوا إلى حد الآن الذي سنتعهم وشظايا موجودة في عجزهم ثانيا طريقة التي نستعملها هو الوصول إلى حد وين يكتفوا يعني تكونوا مكتفين لأنهم منحة ضعيفة ماذا بينها المنحة سترتفع قليلا وبعد هذا إن شاء الله نكون ضربنا الرقل قياسي الأخطاء وزارة المجاهدين سينقل إنشغال يزيدهم المنحة ترتفع قليلا أما فيما يخص الدولة الوحيدة وهذه أقولها وأنا أعتز بها لما رفعنا في الأردن في الأمم المتحدة الدولة الوحيدة التي هي مادة متكفلة فعليا بالضحايا نعم وهذه وأنا صفتك رأي جمعية تصلت ب22 دولة عربية لرؤسة الجمعيات وقلت لهم واشي رأيكم لو نديروا جمعية عربية عربية دفع علينا في الأمم المتحدة الدفع الجامعة العربية رفضوا لماذا رفضوا قال لك أنتما الوحيدين لدولة تكفلت بكم نفسيا صحيا اجتمعين ماديا ولهذا دولنا مايش عطتنا احنا ما نجموش ندخلو ما نجموش وهذا مكسب للجزائر مكسب للضحايا هذا شيء تفتحر به الجزائر ونستخرر به كذلك شكرا لك حتى نختم عقيد بن عثمان ربما الأفاق لأنه قمنا بالتطهير الأمر يسر اتباعا اتفاقية أطاوة ما المأمول من ربما الاتفاقية في مراحل مقبلة وما هو عملكم ودوركم في هذا الإطار كأفاق مستقبلية نعم شكرا أنا لما أتكلم عن الوحدات الهندسية خاصة وحدة جيش الوطن الشعبي بصفة عمل التي قامت بالعمل أعمال تطهير الأراضي انتهت ونحن اكتسبنا خبرة تحوز تقدير العديد من الجيوش ومستعدون طبعا مثل ما أشار إليه سيد العقيد لمشاركة هذه الخبرة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعاني من ويلات هذا الخطر وذلك طبعا وفقا لقرارات وتوجيهات القيادة نحن فخرون طبعا بأداء هذه المهمة وتشريف بلدنا وإعطائها والمساهمة في إعطائها الوجه المشرف لدى الأمانة بذلك الترتيب الذي حازت عليه والتقديرات التي حازت عليها من طرف الأمانة نحن دائما مستعدون للعمل والتضحياء في سبيل بلدنا لو تسمحي لي أن وجهها بشكل سريع مسألة أنت في البداية الحصة أشرت إلى أن الجريمة لا تسقط بالتقادم وأشار الجميع إلى أن الألغام لا تزال تظهر لأن الأمر يعنينا نحن كما قلت قبل قليل أنهينا تطهير الأراضي رسميا دخلت المفارز إلى وحدتها ولكن الألغام لا تزال تظهر ما هي هذه الألغام التي لا تزال تظهر هي ألغام تظهر في أماكن بعيدة عن الخطوط التي تقرر أن توجد فيها الألغام وبالتالي الألغام منعزلة كثيرة قد تظهر من هنا وقدم نداء أو توجيه لإخوان المواطنين أنه في كل قطاع عملياتي يوجد شخص مختص وفي كل وحدة قريبة يوجد شخص مختص محراق أو نقاب فالرجاء يعني عدم الاقتراب من الألغام التي تظهر والتوجه إلى الحذر والحيطة أستاذ عبدالستار حسين حتى نختم في إطار دائما الحماية وكما قال الأستاذ محمد جوادي في ترتحين والتشريع حتى رفع المنحة والتكفل الأفضل دائما للضحايا طبعا لا يخفى على إثنان أن الدولة الجزائرية خطت خطوات جبارة في إزالة الألغام يستحيل أن نصيبها إلى صفر لغم لكن استراتيجية الدولة الحالية هي متاجهة إلى اتجاه آخر وهو قائم على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للضحايا بالدرجة الأولى الأمر الثاني وهو أن وزارة المجاهدين حاول التواكب هذا الأمر من خلال مواصلة التكفل الاجتماعي بأحدث يعني الوسائل خاصة بالنسبة للضحايا بالتكنولوجيات في مجال تزويد بالأجهزة والأعضاء الاصطناعية والتأهيل الوظيفي أنا أريد أن أركز على مسألة في غيث الأهمية وهي ضرورة نقل هذه التجربة الرائدة إلى دول أخرى لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في اعتقادي أراها قيمة مضافة للبصمة الإنسانية والبصمة الحضارية التي تقدمها الجزائر والبلد الإنسانية وبدل السلم والسلام شكرا جزيلا للعقيد مسعودي حتى نختم فقط كلمة أخيرة والله الشهادات التي استمعنا إليها تلهمك بالكثير من الحديث في ختام هذه الحصة أريد أن أؤكد على رابطة الشعب بجيشه رابطة الشعب في جيشه أرسمها لك في صورتين عايشهم الكثير مننا في صغره حيث كان يتقاسم العائلات التي يمر بجانبها هذا خط الموت قوتهم اليوم مع الجندي الذي جاء من سقهراس ومن الطار في نزع الألغام ظاهرة ممكن صورة شهدت في الأيام الأخيرة معبرة جدا لذلك الشاب الذي اقتاته من البرتقال الذي يبيعه وكانت تمر بجواره شاحنات للجيش الوطني الشعبي فكان يرمي بالبرتقال ولم يكفيه أنه يحمل صندوق كامل يرميه هذه صورة الستينات صورة الستينات والصورة هذه تدل على أن الرابطة بين الشعب ليست قوية ومشفرة ولا يستطيع حل شفرته أي شخص الرابطة مشفرة بين الشعبي وجيشه لأن الجيش الوطني الشعبي هو سل الجيش التحرير الوطني وهو ابن الشعبي ومن الشعبي وإليه شكرا جزيلا لك العقيد مسعودي شكر موصول لسيد محمد جوادي أشكر جزيلا سيد عبدالستار حسين والشكر أيضا لك أنت العقيد بن عثمان شكرا لكم أنتم مشاهدين جريمة فرنسا الاستدمارية لا تسقط بالتقادم لكن الجزائر دوما هنا لتقول أنا هنا أوفي بالتزامات وتعهدات في إطار الاتفاقية وغيرها أو غيرها مجهودات جبارة بذلت وتبذل في سبيل تطهيري وإزالة الغام شكرا جزيلا للقيادة العليا للجيش الشعبي الوطني على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن التاريخ وإبراز جرائم فرنسا شكر موصول أيضا لمدرية الإصال الإعلام والتوجي لأركان الجيش الوطني الشعبي للتنسيق والعمل سويا لإنجاح هذا البرنامج شكر كل الشكر الذي احتضننا المتحف المركزي للجيش شكرا لكل الفرقة التقنية ألقاكم في مواعيد لاحقة دائما أقولها الجزائر وما أدراك من الجزائر إلى اللقاء ترجمة نانسي ق locked ترجمة نانسي قابلاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة